بعد كل هذه السنوات الأهلي يهبط على يد الشباب وفي الجولة الأخيرة ووداعا للدوري السعودي وأهلا بالدرجة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس وفيش المقطع جديد مقطع اليوم رح يكون حديثا عن المواجهة اللي يقيمت أمس بين الأهلي والرايد وعدة مواضيع أخرى ورح تكون المواضيع الأخرى هي المواضيع الأكثر شمولية في هذا المقطع رح نخلي موضوع الأهلي والرايد يعني نقدر نقول موضوع بسيط نتكلم عنه ولكن قبل بداية مقطع اليوم لا تنسون تصلون على النبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه والشاركوا في القناة وضعوا زر اللايك وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثنا عن الأهلي وعن الفترة القادمة أولا أقيمت أمس مباراة بين الأهلي والرايد في الدوري السعودي انتهت بتفوق الرائد بنتيجة كبيرة جدا ثلاثة واحد وعلى أرض النادي الأهلي آداء هزيل جدا من لاعبين النادي الأهلي ما في أي لاعب تقدر تمدحه في مباراة أمس كل اللاعبين كانوا سيئين دون استثناء من أول لاعب إلى آخر لاعب وهذا الشيء كلنا متفقين عليه الأهلي أمس أثبت أنه فريق جدا سيء فريق عادي جدا وفريق يعني حرام يتواجد في الدوري الممتاز حرفيا حرام الأهلي يستمر في الدوري الممتاز على مستواه الحالي ممكن الشيء الوحيد اللي يشفع للأهلي أنه يستمر في الدوري السعودي أنه هو نادي كبير ومن الأربع الكبار فصعب تفرط فيه ولكن على مستواه في الموسم الحالي فهو يستحق الهبوط فريق فاشل بمعنى الكلمة سواء من ناحية الإدارة سواء من ناحية المدرب سواء من ناحية اللاعبين ما في أي شيء يمديك تمدحه في النادي الأهلي كل شيء سيء في النادي الأهلي النادي الأهلي للأمانة في هذا الموسم أثبت للكل أنه الأسوأ مباراة الأمس أنا حرفيا أقدر أقول لكم أنه ما في شيء يذكر بالسثناء كارلوس إدوارد وأليوسكي اللي شفنا بالفعل داخل أرضية الميدان أنهم قاعدين يحترقون على الشعار وقاعدين نشوف اللاعبين يقدمون كل ما عندهم عشان النادي الأهلي وممكن أضيف لهم أي من يحيى اللي برضو أمس رغم أنه ما قدم هذاك المستوى إلا أنه شفنا نروح حالي منه كأنه قاعد يقدم كل ما عنده للنادي الأهلي وبخصوص مباراة الأمس أنا في شيء جدا حزني والسفزني يعني طلال العبسي من بين كل هذه الفترات ما لقيت تتزوج إلا قبل مباراة الأهلي الحاسمة وبيوم واحد يا أخي حتى لو كنت متفق على هذا الموضوع من أشهر كان يمديك تأجل زواجك لليوم اللي بعده كان يمديك تأجل زواجك لأي وقت آخر لكن أنت لاعب كنت مهم جدا في المباراة الأخيرة ما من نصر وكنت نجم المباراة تجي الآن في هذه المباراة الحاسمة وتتزوج قبلها بيوم وتغيب عن هذه المباراة وحتى غيابه فيه مشكلة يعني أنا فيه لعيبة كثير سابقا تزوجوا واليوم اللي بعده عرطوا لعب مباراة أبرزهم عمر السومة يوم تزوج اليوم اللي بعده لعب مباراة التعاون لكن طلال العبسي فيه أمر غريب جدا فيه موضوع السبعاد في المباراة الأمس كان لازم هذا اللاعب يتواجد بدال محمد خبراني اللي شفناه أمس كيف كان سيء جدا وقدم عكروي داخل رضية الميدان ما فيه أي شيء يذكر لمحمد خبراني بالعكس اللاعب تسبب بالهدفين الأولين اللي دخلوا على النادي الأهلي الأول والثاني كلهم خبراني كان له يدخل فيها صراحة قدم مستوى سيء جدا ولازم المباراة القادمة حتى على دكة البدلاء ما يتواجد ويعتمد المدرب على طلال العبسي ودان كلير ومن جانب آخر أنا اللي استفزني أمس موضوع رايد الغامض يا أخوان هذا اللاعب يا أخوان قبل كم عام كان عند النادي الأهلي وكان من اللعيب اللي عنده موهبة جدا مميزة ولهم مستقبل ولكن للأسف دارة النادي الأهلي فرطت فيه وشوفوا أمس وش سوا فيهنا اللاعب ومن طرف آخر أنا حابب أوريكم بعض اللقطات اللي سارت في مباراة أمس بسبب المباراة اللي قيمت أمس أحد جماهير النادي الأهلي تعرض لحالة إغماء شديدة جدا وفي بعض الجماهير سار بينهم اشتباك كبير جدا يمديكم تشوفوه في تويتر فوضع الأهلي جدا مؤسف حاليا ورح ترككم الآن مع مقطع الأليوسكي وهو يبكي وبعدها مقطع الأحد أساطير النادي الأهلي صند وضع الأهلي جدا مؤسف يا إخوان واللي استفزني أكثر أنه الإدارة ما سوت أي شيء ولا طلعت وتصرحت واعتذرت عن اللي سار لا الإدارة ساكتة كل اللي سووا شيء هم اللاعبين فقط لعبين النادي الأهلي أمس طلعوا بالتصاريح أولهم الكابتن ياسر المسليم اللي قال لازم ننسى كل شيء الآن عندنا مباراة قادمة عبارة عن حياء أو موت والحزن خيم على اللاعبين في غرفة الملابس بشكل كبير ولكن لابد أن نستشعر المسؤولية أماما أربعة أيام لابد أن نحضر فيها لللقاء القادم وأيضا عبدالله المقرن قال أنه خذلنا جمهور الأهلي وإن شاء الله نكسب مباراة الشباب القادمة أما بخصوص مدرب النادي الأهلي سيبولدي اللي قال لدينا ثلاثة أيام وهي كافية لانتشار الفريق والاستعداد للانتصار على الشباب على العموم أكون صريح معاكم أنا شخصيا ما أنا متفائل أبدا بهذا الفريق الفريق طول الموسم هو يخذلنا الفريق طول الموسم هو يقدم آداء جدا سيء الفريق ما في أي شيء يمديك تمدحه يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يصير في مباراة الشباب اللي هو أنه الأهل ينتصر عشان يبقى في الدوري أنا أعتبر هذا الشيء معجزة نعم يحتاج إلى معجزة داخل رضية الميدان لأنه حرفيا ما في رجال في أرضية الملعب عبد الرحمن غريب أنا من أكثر المعجبين والمحبين لهذا اللاعب ولكن اللاعب في الفترة الأخيرة أثبت أنه لاعب عادي جدا وأتمنى في المباراة القادمة المدرب يحطوا على دكة البدراء ويعطي عبد الله المقرن فرصة اللي قاعدين شوفوا كيف يحترق على الفريق في كل مباراة وأيضا في عدد كبير من اللعيبة طبعا اللي كانوا سيئين مو بس عبد الرحمن غريب ولكن أنا خصصت هذا الشيء تحديدا أن عبد الرحمن غريب كابتن النادي الأهلي وخلونا الآن نتجه إلى الموضوع الأخير في حلقة اليوم هو بخصوص الآن النادي الأهلي وهبوطه النادي الأهلي رسميا يا جماعة الخير لو ما فاز في مباراة الشباب القادمة راح يهبط إلا في حالة واحدة فقط وهي أن النادي الأهلي يتعادل أمام الشباب والباطن يخسر أمام الاتحاد وأخيرا الاتفاق يتعثر سواء بالتعادل أو الخسار أمام الفيحاء وهذا أمر أنا أعتبره جدا صعب يعني المباراة القادمة عندك يا الفوز يا خراص وداع للدوري إلى دوري الدرجة الأولى إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي هذا أمر يا جماعة الخير جدا حزين وكل العالم للأمانة راح يهزنون على هذا الشيء النادي الأهلي أحد أهم الأندية وأكبر الأندية في تاريخ الكرة السعودية عيب على اللاعبين عيب عليهم في المباراة القادمة لو ما يسيروا الرجال داخل رضية الميدان الجولة القادمة أغلب الأندية المنافسة للنادي الأهلي راح تلعب مباراة صعبة ولازم النادي الأهلي يستغل هذه الفرصة ويدخل بكل ما عنده أمام نادي الشباب ويعطي اللعيبة اللي يستهلون الفرصة مثل طلال العبسي مثل عبدالله المقرن وغيرهم يحط اللعيبة السعينة على دكة البودلاء فأنا شخصيا أشوف مباراة الشباب هي مباراة العمر مباراة القرن للنادي الأهلي هذه المباراة إذا فرطت فيها راح تكون فرطة بتاريخ النادي الأهلي لازم الجمهور النادي الأهلي ينسى كل شيء ولازم اللعبين ينسون كل شيء ولازم الإدارة تنسى كل شيء فقط ألين يوم الثنين بعد يوم الثنين الجمهور له الحق أنه ينتقد ويسوي اللي يبغى يسوون اللي يبغى ما حد له دخل فيهم لأنه من حقهم على وضع الفريق الحالي ولكن الآن الأربع الأيام القادمة من اليوم الجمعة ألين يوم الثنين لازم كل الجمهور يكون داعم لهذا الكيان لازم كل اللعبين القدامة يدعمون هذا الكيان لازم الإدارة تدعم وتقدم كل ما عمده لأنه هذه المباراة مفصلية جدا في تاريخ النادي الأهلي أتمنى وأسأل الله أنه النادي الأهلي يقدر يتخطاها ووصيكم بالدعاء اليوم يوم جمعة وآخر ساعة الدعوات فيها مستجابة لعله وعسى أحد منكم قريب من الله وله دعوة لا ترد وأتمنى النادي الأهلي يقدر يتخطى مباراة الشباب لأنها مباراة تاريخية وما حد يتمنى النادي الأهلي يهبط على العموم أعتذر إذا طلت عليكم في هذا المقطع وبالغت نوعا ما بردة الفعل لكن يشهد الله هذا الكلام كان في قلبي من الأمس وما قدرت أقوله إلا الآن لأن الأمور اتزنت عندي وسر تقدر أسجلكم لأني متأكد لو سجلت لكم أمس كثيرين كانوا روح يزعلون مني وعلى العموم هنا وصل إلى نهاية المقطع أتمنى تشاركوني أراكم تحت في التعليقات وإذا عجبك المقطع وحابب تقدر التعبي وجهدي في هذا المقطع طالع لك الآن على يسار الشاشة شعار القناة اضغط عليه والشارك خلينا نوصل أكبر عدد من المشاركين اليوم وعلى أمين الشاشة في مقطعين اختار أي واحد منهم وعدك بالذلان وعجبك لا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل وتتابعنا عبر حساباتي الموجودة تحت في التعليقات وفي الوصف شكر لكم حبائبنا ولا تنسون تذكرون الله عز وجل ولا نقدر أقول لكم مع السلامة